طيب الأخت تقول بأنه ويتصلي أضحكها ولدها الصغير والله لا إثم عليها إن كانت ضحكة رغما عنها مادام الضحك لم يتواصل ولم يكن بصوت مسموع متواصل يعني اللي احنا بنسمى الكهكهة يعني نقول لك ده كهكه في الصلاة هذه الكهكهة تبطل الصلاة عند كثير من أهل العلم عند كثير من أهل العلم والفقهاء إنما إن كان ابتسامة أو ضحكة خفيفة ليست طويلة وليست بصوت مرتفع كضحك من يضحك خارج الصلاة فالصلاة صحيحة على الراجح والله تعالى أعلم أما إن حدث أصوات حقيقية في الضحك وبصوت مرتفع بحيث لو سمعه رجل خارج الصلاة لشك أن هذا الرجل أو أن هذا الأخت في الصلاة فالأولى أن يعيد الصلاة أو أن تعيد الصلاة أما إن كانت ابتسامة أو ضحك بصوت خفيف دون مواصلة للضحك ثم عادت الأخت فاستحضرت قلبها واستحضرت خشعاب نادى ربها فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى والله أعلم